بيبدأ الفيلم بالعمل وليام كار وهو بيلعب مع أحفاده وبيجي له اتصال انهم قدروا يلاقوا الحاجة اللي كانوا بدوروا عليها وبنرجع لسنة 1945 في أيسلندا وبنشوف طيارة من الاتحاد السوفيت وهي بتقع في الجليد وبنرجع تاني لأيسلندا في الوقت الحاضر وكريستين بتروح لاجتماع بتاعها متأخر ورونولفور بيشرح خطته الجديدة لتطور الاتصالات لكن كريستين بتحرجه قصاد الكل واللجنة مش بتوافق على قراره وبتتكلم مع أخوها إلياس وبيقولها انه في النهر المتجمد بيتفسح مع أصدقاؤه وبعدها بيسوقوا الجيت لكن بيتكعبلوا في هيكل معدني فبيشيلوا التلج من عليه وبيكتشفوا انها طيارة وإلياس بينزل يصور فيها وبيشوف اتنين ميتين وانهم من الجيش الأمريكي وبيسمع ان في طيارة تانية وصلت من علماء وبيكشفوا عن الاحتباس الحراري وقبل ما يطلع يبعث الفيديو لأخته جولي راتوف بتخلص على بنيه وعلى طول إلياس بيهرب من المكان بسرعة وبيتصل بكريستين يشرح لها اللي حصل لكنها بتفكر انه بيضحك عليها وبتطنش والعلماء مش بيقدروا لقوه لكن بيشوفوا تليفون واقع في التلج وبيحطوا جثة بني وفولي تحت التلج علشان محدش يكشفهم وبيعرفوا انه بعت الفيديو لأخته فبيقراروا انهم لازم يخلصوا عليها قبل ما السر يتعرف للعالم وكريستين بتكون لوحدها في البيت وفاجأ الباب بيخبط فبتطلع تشوف مين وبتلاقيه رونالد فور علشان بيحاول يصلح علاقتهم وانها تقنع الادارة انهم يقبالوا المشروع بتاعه وبعدها الباب بيخبط تاني وبيكون عامل من المخابرات لكن كريستين مش بتعرف وبتسمع صوت الازازة تكسرت فبتسيب الباب مفتوح وبتدخل تزعق لرونالد فور لكن العميل بيدخل وراها وبيقتل رونالد فور وساعتها بتجري وبتقفل الباب وراها وبتخرج من الشباك وبيضرب عليها نار وبيفضل مطاردها في الشارع لغاية المول وهناك بتطه عنه ومش بيعرف مكانها وهي بتكون في محل هدوم استخبية وبتطلع تبص عليه وهو بيلحظها فبتجري بسرعة للشارع مرة تانية وبتلاقي شرطي ولسه هتحكيله فاخوها بيرن عليها وبترد عليه لكن بتلاقيه العميل وبيحذرها انها تبلغ اي حاجة للشرطة وإلا اخوها هيموت فهي بتخاف وبتجري وبتقدر تهرب منه وبتركب الأوتوبيس وبتروح لروزة وبتبحث في الكمبيوتر عن عملية ليون لكن ما فيش حاجة بتطلع فبتجرب تكتب طيارة النازيين وبيظهر لها فيديو لبروفيسور ستيف راش وبتكلم عن الطيارة وعن عملية نابليون وبتكون عرفاه وروزة بتخرج وبتعرف ان كريستين الشرطة بتدور عليها فبتدخل لها تاني لكن بتكون اختفت تماما ويليام كار بيكون في الطيارة وبيتصل بجولي علشان يعرف المستجدات اللي حصلت وإذا كانوا قدروا يوصلوا لسلاح نابليون لكن بتبلغوا انه مفقود وانهم خرجوا خمس جثث من أصل ستة والمفقود هو العقيد براند وهو اللي كان مسؤول عن السلاح فهوليام كار بيقولها تعمل كل اللي تقدر عليه علشان تلاقيه وكريستين بتقدر توصل لستيف وبتتكلم معاها عن العملية وبيقولها ان في طيارة خرجت من بريلين ومحدش عارف وجهتها وفجأة طيارة دي اختفت وكان فيها سلاح سري وكانوا بيقولوا عليه انه يقدر يغير العالم كله فكريستين لسه هتخرج الفيديو وبتشوف قدامها العميل فبتخافوا وبتطلع تجري وستيف بيجر وراها والعميل بيلاحزهم وبيطردهم في الشارع وفيه شباب بيحاولوا يمنعوه فبيضرب واحد منهم والبقائين بيخافوا يقربوا منه وإلياس بيكون لسه وسط التلج مش لاقي مكان يروحه حتى الماية بتكون خلصت فبيحفروا في التلج وبيعمل لنفسه نفق علشان يرتاح فيه والصبح بيتمشى باستخدام البصلة علشان يقدر يوصل للمدينة وكريستين وستيف بيهربوا وبيروح لبيت والدته وهناك بيبحثوا عن أي حاجة يقدروا يستخدموها وستيف بيفشل يحدد الموقع بالتحديد لأن الجيش الأمريكي بيكون محتفظ بالسجلات دي سرية فكريستين بتزعل جدا لأنها بكده مش هتقدر تلاقي أخوها وبتتوتر جدا فستيف علشان بيحبها بيقرر أنه هيساعدها وبيبلغها أن السجلات موجودة في السفارة الأمريكية والعملاء بيوصلوا للبيت لكن بيهربوا قبل ما يلقوهم وتاني يوم بيروحوا هناك وبيكون فيه احتجاجات كتيرة وعلشان هو بروفيسير وبيعمل أبحاث وبريطاني الأصل بيقدر يدخل هناك وبعدها بيقعد على الكمبيوتر وبيبحث عن عملية نابليون لكن الملفات بتكون سرية للغاية فبيترفض الدخول لها وبييجي إنذار للموظفة وبسرعة بتجري المكتب السفيرة علشان تبلغها وساعتها وليام كار بيكون وصل المكتب وبيتكلم مع السفيرة أنها لازم تتكلم مع المسؤولين في أيسلندا إنهم يسمحوا لهم بالتفتيش في نطاق أكبر لكن السفيرة بتقول إنه دخل للنهر بشكل غير رسمي وتحت مسمى لاحتباس الحراري فهي مش هتقدر تعمل أي حاجة لأن كمان السلطات مديقة المساحة عليهم جدا وبتتصل بالسلطات علشان يسمحوا لها بتزويد الجنود في المنطقة لكن طلبها بيتقابل بالرفض والموظفة بتدخل بعد ما وليام كار سمح لها بالدخول وبتقول إن فيه شخص بيحاول يدخل على ملفات سرية وممنوعة وعلى طول بيفعلوا الإنذار على ستيف وهم بيكونوا لسه بيحاولوا يوصلوا لحاجة وستيف بيكتب صيغة تانية وبيقدر إنه يوصل لكذا واحد من المسؤولين محملية نابليون وكريستين بتلاحظ إنهم عرفوا مكانهم وبيطلعوا من الباب بسرعة لكن بيلاقوا فيه ناس جايين ناحيتهم فبيستخبعوا بل ما يبعدوا وبينزلوا تحت لكن الأمن مش بيرضى يخرج أي شخص فبيفضلوا متوترين وفاجئة الاحتجايات بتتطور والشرطة بتحتاج مساعدة فالأمن بيخرج حل الموضوع وساعتها كريستين وستيف بيقدروا يهربوا من السفارة بسرعة وليم كار بيبصوا في الكمبيوتر وبيضحك لأن كريستين شجاعة جدا إنها قدرت تدخل للسفارة وكمان قدرت تطلع منها بكل سهولة وبيؤمر كل العملاء إنهم يدوروا عليهم هما الاتنين ويجيبوهم وستيف بيشتري أكل وبيتكلم مع كريستين إنه كل اللي كان مسؤول خرج من أيسلندا من زمان لكن فيه شخص لسه قاعد في البلد وهو ليو قائد السرب وفعلا بيركبوا القطر ناحية العنوان بتاعه وهم في القطر كريستين بتسألوا عن السبب اللي خلته للوقت ده يقعد في أيسلندا ومرجعش بريطانيا فبيحكي لها إنه قابل واحدة جميلة وزكية وحبها ومن ساعتها بيتصل بيها ومش بترد وبيكون قصده على كريستين وبيقول إنه حاسس إنهم هيبقوا مع بعض في يوم من الأيام وعلشان كده ما سفرش فكريستين بتبتسم وبتتكسف من كلامه وبتحكي له إن والدتهم ماتت وهي ساعتها كان عندها 19 سنة وأخوها إلياس 11 سنة فهي اللي رعيته عقبال ما كبر لكن والدهم ما كانش مهتم بيهم وسبهم ومشي فأخوها هو كل حياتها ولو حصلوا حاجة هتتضمر وبينزلوا عند بيت ليو وبيلاقوا الباب مفتوح فبيدخلوا وبيفضلوا ينادوا على أي حد وبعدها بتخرج ستة عجوزة وبتهددهم بالسلاح إنهم لازم يخرجوا دلوقتي لكن كريستين بتعتذر لها وبتقول إنها بتدور على ليو لأن أخوها شاف طيارة في الجليد وإن زوجها هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم لكنها بتبلغهم إنه مات وبعدها بتحكي لهم إنه زوجها زمان تبلغ بمرأبة القضية دي لأنهم كانوا شكين إنها شايلة خنبلة نووية أو فيروس قاتل وتصنع في مخابرات النازيين وبتقوم تجيب صورته وبتقول إن قائد زوجها واللي اسمه هاري بعدها بفترة طيارة وقعت بيه ومات واتقال إنه خطأ طيار لكن ليه وما صدقش اللي تقال طبعا وهم الاتنين انضموا المجموعة لاستكشاف النهر المتجمد في البداية ملاقوش حاجة لكن بعدها والنهر بيفقد التلج بالتدريج قدروا يلاقوا حاجات كتيرة وبتاخدهم معاها للقبو علشان توريهم اللي هم لقوه وبينزلوا تحته وبيتفاجئوا من كل الأبحاث اللي هم عملوها وبتوريهم خريطة للنهر وبتشرح لهم إزاي قدروا يلاقوا علامة النازيين والمسدس القديم وبيكونوا عرفوا إن فيه شخص نجا من الحادث لكن ما قدرواش يلاقوه وبتقول إن الجنرال ثيموثي كار هو اللي كان مسؤول عن عمليات السرية اللي حصلت زمان وإن ابنه وليام كار دخل المخابرات بعد ما خلص خدمته ومن ساعتها وهو شغال هناك وبيطلعوا فوق مرة تانية وبتنصحهم إنهم يهرابوا وماهتموش بالموضوع ده أبدا لأن الناس دي أشرار وهيئزوهم لكن فجأة الرصاص بيدخل من كل مكان وبيكونوا العملاء قدروا يوصلوا لهم والستة بتسيبهم وتقولوا إنها مستنيها اليوم ده من زمان وبتطلع فوق علشان تحاربهم وكريستين بتتصاب برصاصة وستيف بيساعدها وبيخرجوا من شباك القبو وأول عميل بيدخل فالستة بتقدر إنها تقتله لكن بتتوتر وهي بتلقم السلاح فالعميل أول ما بيدخل بيقتلها وستيف بيلاحظ فيه ناس في البحيرة السخنة فبيقرر أن يروح يستخبه هناك ويسأل أي حد عن المساعدة والعميل بيروح وراهم أول ما بيشوف الناس موجودين وبيفضل يدور عليهم في كل مكان وستيف وكريستين بيكونوا مستخبين وفجأة بيشوف تاكسي فاضي وبيبص عليه فالعميل أول ما بيوصل للمكان مش بيلاقي حد لكن بيشوف التاكسي بيتحرك فعلى طول بيركب العربية وبيتحرك وراء لغاية ما بيقطعوا عليه الطريق وبيفتشوه ما بيكونش في حد فالعميل بيداقي جدا وبيلف وبيرجع لنفس المكان على أمل أن يلاقيهم لكن ستيف بعد ما بص للتاكسي راح للمكان وسرق من هناك مفتاح عربية وشال كريستين وطلع بالعربية بسرعة علشان يلحقها قبل ما يحصلها حاجة بسبب الرصاصة وبيروح لوالدها يوهانسون وهي أول ما بتفوق بتلاقي نفسها في مركب وبتخرج تنادي على ستيف فبتشوفه هو قاعد مع والدها وبتتصدم منه وبتكون عايزة تمشي لكنه بيهديها وبيقولها أنهم محتاجينه دلوقتي والشرطة بتكون وصلت الميناء فبيستخبه وإلياس بعد تعب في التلج بيغم عليه وبعدها بيفوق شوية وبيلاقي ناس شايلينه ولما بيفوق بيشوف قدامه جولي وبتحكي له عن التعذيب في روسيا في الستينات وبتسن ألم رصاص وبعدها بتبدأ تخلع في ضوافره وهو بيصرخ من الألم وبعد ما بتخلص بتشوف أن في أسلحة وأدوات وصلت لها علشان تكمل البحث ويليا مكار بيوصل عند المزرعة للطيارة عدت من عليها في أول الفيلم وبيدخل يتكلم مع إينار وبيعرفه بنفسه أنه كان يعرف والده لكن إينار بيكون عارفه كويس جدا وخايف منه لكن بالرغم من كده مش بيقدر يمنعه أن يدخل البيت وويليام بيسأله إذا كان والده قاله حاجة قبل ما يموت فإينار بيتوتر وبيقوله أنه ما عرفش أي حاجة وبيكون في إيده سكينة وعايز يقتله بيها لكن متردد وبالرغم أن وليام بيقرب منه أكتر وبيهدده لكن إينار بيبلغه أن والده ما حكاش لي حاجة فويليام بيقوله نمسدقه وبيمشي من البيت وإينار بيرتاح جدا بعد ما بيمشي وبيشوفه هو بيركب الطيارة وبعدها ويليام بيوصل النهر متجمد وبيدخل يشوف إلياس وبيكون وشه متدمر خالص من التعذيب وبيقول لجولي أنها تخليه عايش لغاية ما يلاقه كريستين وبيبص للجثة اللي هم لقوها بكل حزن وكريستين وستيف بيزبطوا طريقهم علشان يوصلوا لمزرعة إينار لأنه المفروض يساعدهم زي ما سارة قالت لهم وهم في الطريق والدها بيحاول أنه يفتح كلام معاها لكنها بتصده وبتطلع تطمن على ستيف لأنه بيكون دايخ ومش قادر يقف وهو في المركب وبعدها بيوصلوا للشاطئ وبيتحركوا ناحية المزرعة وبيقابلوا إينار وأول ما بيشوفها مصابة وبتنزف بيدخل لهم وبيساعدها في الجرح بتاعها وهي بتقولوا أنهم عايزين يساعدهم علشان يلاقوا مكان الطيارة وأنهم جايين من طرف سارة فبيتعصب وبيهبت على الترابيزة وكريستين بتتوتر لكنه بيكون تعصب بسبب مطش الكورة وبيعزمهم على الغداء وبعد الأكل كريستين بتطلع الخريطة وبتوصف له كل حاجة سارة قالت لها وبعدها هو بيشرح لهم أن اللي كان ماسك العمليات كان ثيموثي كار لكن لما مات ابنه هو اللي بقى قائد للبعثة وكانوا بيقولوا أنهم جايين يفحصوا الاحتباس الحراري وأن وليام كار جاء عندهم وكان بيتكلم مع والده علشان يساعدهم في التدوير لكن في يوم والده جاله ونصحه أنه يبعد عن الطيارة وأي حاجة تبعها ويخليه في حاله علشان الطيارة مش بتجيب غير الموت وكان بيقوله كده علشان فعلا بعدها لقى والده ميت بسبب حادث طيارة وبيكون عارف أنه ولا يمكار هو اللي قتله لأنه كان سكران وتكلم في حاجات ما ينفعش أنه كان يقولها فكان لازم يقتل والده وأنه كان بييده الفرصة يقتله مبارح لكنه تردد وبيساعدهم في أنهم يحددوا الموقع وبعدها كريستين بتركب الجيت وبتمشي لوحدها من غير ستيف لأنها مش عايزة يتإزي لكن ستيف بيكون عايز يروح معها فبيسأل إينار إذا كان عنده وسيلة تانية يروح بيها فبيشاور على الوينش كاسح التلج لكن ستيف مش بيعرف يشغله وبيترجع علشان يساعده فإينار بياخده للجراش وهناك في كذا جيت وإنه ما كانش عايز يساعده لأنه وعد والده فستيف بيقوله ده أحسن ليك خليك هنا جبان وكريستين بتوصل عند الموقع اللي فيه الكهف اللي والد إينار كان بيروحه زمان وبتدخل الكهف وبتدور على أي حاجة حواليها ولما بتفشل بتقعد تعيط لأنها مش هتعرف تنقذ أخوها لكن بتلاحظ حاجة في الأرض وبيكون شعار بتاع طيار فبتطلع فوق وبتشوف قدامها جثة من تلجة وبتاخد منه المفتاح وبتفتح الشنطة وبيكون فيها أوراق فبتطلع التليفون وبتصور الورق كله وبعدها بتروح لمكان وبتعرف للعملاء موقعها ولما جولي بتوصل بتوريها الصور اللي في التليفون وبتطلب إنهم ياخدوها لأخوها وفعلا بتوصل عندهم وبتكون عايزة أخوها يمشي ولما يبقى في أمان ساعتها يتاخد الورق وبنرجع لإنار وهو بيفكر في الكلام اللي ستيف قاله وإنه قال عليه جبان علشان بيحفظ على الوعد بتاع والده لكنه مش جبان وإنه يقدر ينقذ ناس قبرياء دلوقتي وبيعد يفكر وويليام بيرفض في البداية لكن بعدها بيوافق لما بيلاقيها مصرة وبيسيب أخوها يمشي وهي بتوعده إنه هيبقى كويس لكن أهم حاجة يروح ويفضل ماشي للجنوب وهيلقي هناك مزرعة وشخص اسمه إنار وهيساعده وبيمشي وهي بتروح معاهم علشان يجيبوا الورق لكن بيتفاجئوا بستيف وبيضحك عليهم وبيقولوا إنه بيصور بث مباشر وأصلا ما فيش شبكة في تليفونه وبياخدوه علشان يقتلوه وكريستين بتكون زعلانة جدا عليه وفجأة جوليا هتضرب عليه النار لكنها بتتفاجئ إن هي اللي اضربت بالنار وبعدها اضربت رصاصة في دماغها وبتموت وبعدها كل العملاء بيخافوا والقرناص بيكون إنار وبيقتلهم كلهم لكن ويليام بيستخدم كريستين كدرع قدامه وده بيمنع إنار إنه يصيبه وبعدها بيهرب من المكان بسرعة وبيوصل للطيارة وستيف بيوصل متأخر وبتكون الطيارة طلعت لكن إنار بيضرب عليها النار علشان تنزل لأن كريستين هتموت لو بيعدوا بالطيارة وفعلا بينجح إنه يخلي الطيارين يطلبوا بالرجوع وساعتها بتحصل اشتباكات في الطيارة وكريستين بتقدر تخلص على العميل اللي جنبها وبتمسك المسدس وبتهدد ويليام لكن بعدها بيقعوا بسبب الاضطرابات اللي حصلت في الطيارة وويليام بيمسك سكينة وبيقرب منها وبيهددها علشان تقوله مكان الورق لكن الطيارة بتتهبد في الأرض وهم بيقعوا وويليام بيتصب والطيار بيخرج المساعد بتاعه وستيف بيجري علشان يلحق كريستين وبيلاقها كويسة لكن ويليام بيهدده بالمسدس وبيطلب منها تقوله على مكان الورق وإيه اللي هيقتله لكنها مش بتعرف هو ليه عايز الورق بكل الرغبة دي وبتسأله عن اللي جوه الورق لكنه مش بيرد وعلى طول إنار بيدخل وبيقتله وبيخرجه من الطيارة بعد ما انتصره وإلياس بيرجع تاني وبيحضن أخته وبيعياته علشان أخيرا بقوا كويسين وبعد أسبوعين الأخبار بتزيع إن العلماء الأمريكيين كانوا ينفزوا مهمة وقدوا لقتل ست مواطنين أثناء ده وبيكون في تحقيق بيتعمل وكريستين بتشوف الصورة مع والدهم بعد ما إلياس بقى كويس وبعدها بتنزل لمكان وبتخرج حاجة من شنطتها لكن بيجي من وراها إنار وبيخضها بعدها بيدخلوا للبيت وستيف بيكون قاعد مدة طويلة علشان يدرس الورق ده وبيقول إن فيه مستند بيرجع لـ 14 إبريل سنة 1945 يعني قبل ما هتلر يموت بـ 16 يوم لأنه مات يوم 30 إبريل وبتكون عبارة عن اتفاق سري جدا بين مجموعة من الأمريكان الأقوياء جدا في الأعمال والجيش والحكومة وكل حاجة تقريبا واتفقوا إنهم يهربوا هتلر مع زوجته والكلب بتاعهم لجزيرة فاضية في الأرجنتين وبيستغربوا جدا لما بيعرفوا إن اللي كان في الطيارة هم مع عملاء نازيين وأمريكيين علشان يمضوا اتفاق إنقاذ هتلر لكن الطيارة ضمرت وبيستغربوا جدا يعني الأمريكان هيستفادوا إيه لو أنقاذوا هتلر فستيف بيبتسم وبيقول بسبب أطر فالبرزيتش وهو ده الأطر اللي فيه كل الكنوز والتحف الأثرية لألمانيا كانت بتسرقها زمان من البلاد لكن المشكلة زي يخبوا الأطر وإنه فضل سر طول السنين دي ومحدش قادر يكتشف مكانه لكن دلوقتي هم قدروا يعرفوا مكانه بالتحديد وإنه موجود في بولندا فبيقرروا إنهم يسافروا لبولندا علشان يلقوه وبيركبوا الطيارة وكريستين وستيف بيحبوا بعض وبيرتبطوا لكن في الطيارة بيكون فيه العميل اللي كان بيطردهم في أول الفيلم ومعها عميلة تانية وبيستعدوا ليهم أول ما ينزلوا وهنا بيخلص فيلمنا ونتقابل في تلخيصة جديدة وشكرا للمشاهدة